الله أكبر الله الله أشهد أن مولانا أمير المؤمنين عليان ولي الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين والعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى صدق الله العلي العظيم إحصائية مذهلة ومخيفة ومخيفة نشرتها جهة رسمية الإحصائية في عدد حالات الطلاق في إيران حسب هذه الإحصائية التي ذكرت تفاصيل أيضا في سنة واحدة وهي بالتحديد قبل سنتين حسب سنواتهم سنة 1396 هجرية شمسية حسب التاريخ المعروف المشهور عندهم في تلك السنة وحدها حدث ما يقارب من مئة وخمسة وسبعين ألف طلاق كل طلاق له طرفان الزوج والزوجة يعني عدد طرفي الطلاق في سنة واحدة يكون ما يقارب من ثلاثمائة وخمسين ألف شخص هذا في سنة واحدة احسب في عاشر سنوات كم تكون الحالات احسب خلال ثلاثين سنة أو أربعين سنة المقدار المتعارف من احتمال الطلاق من بعد العشرين إلى قبل الستين قبل العشرين عادة لا توجد زيجات إلا قليلاً بعد الستين عادة لا توجد حالات طلاق إلا قليلاً في خلال أربعين سنة كم حالة تكون يعني كم هي نسبة المطلقين والمطلقات في إيران إذا في سنة واحدة هذا العدد خلال أربعين سنة كم تكون النسبة هذا الوضع في إيران بقية بلادنا تقريباً نفس هذا الوضع بعض البلاد أقل بشيء بقليل بعض البلاد أكثر بقليل هذا وضعنا هذا وضع مجتمعاتنا ما هي أسباب هذه الظاهرة المأساوية في مجتمعاتنا هناك ثلاث نقاط سريعة بعض الأسباب حسب ما نستفيده من بعض النصوص الشريفة من الروايات الشريفة البعض طبعاً يلقي اللوم على الحكومات الحكومات هي السبب الأكبر لتهيئة أرضية لحالات الطلاق أنا لا أنكر ذلك نعم الحكومات تتحمل المسؤولية الكبرى في ذلك والحكومات تتحمل الذنب الأكبر الأسباب الرئيسية لحدوث حالات الطلاق تهيئت تلك الأسباب من قبل الحكومات نعم هذا لا يشك فيه لا أقول لا أشك فيه لا يشك فيه عادة كل من تحدث عن الطلاق كل من كتب عن الطلاق كتب هذا الشيء طبيعي لا أقول طبيعي يعني صحيح لا غلط ولكن هذا شيء بالفعل يحدث الحكومات تتحمل أكبر ذنب في تهيئة أرضية للطلاق مثلا الفاقر إحدى الأسباب الأساسية الأول لعله السبب الثالث لعله على ما ببالي لعله السبب الثالث هو الفاقر الفاقر من يحدثه عادة الحكومات تتحمل إيجاد حالة الفاقر في الناس أكثر من بقية الجهات أكثر من بقية الأشخاص وغير ذلك الاضطرابات السياسية تؤدي يعني تهيئ أرضية لحدوث تشنجات داخل المجتمع ومن حدوث التشنجات داخل المجتمع تحدث حالات طلاق كثيرة هذا أيضا يتحمله من؟ يتحمله الحكومة الاضطرابات السياسية من أين تكون؟ عادة تكون من الحكومات أنا لا أنكر أن الحكومات تتحمل المسؤولية الكبرى في ذلك وتتحمل الذنب الأكبر في ذلك ولكن ليس كل شيء على الحكومات يلزم أن نبحث عن الخلل فينا أيضا النقطة الأولى ثلاث نقاط سريعة النقطة الأولى الزوجان بصورة أساسية ومن حولهما بدرجة ثانية كثيرا ما يضخمان أو يضخمون الزوجان يضخمان من حولهم يضخمون يضخمون مشاكل صغيرة فتصبح مشكلة كبيرة توجد شرخا بين العائلتين مشكلة صغيرة تحدث بين الزوجين أو بين من حول الزوجين من أقارب الزوج والزوجة من الأصدقاء القريبين جدا من الزوج والزوجة تحدث مشكلة هذه المشكلة هي مشكلة صغيرة تضخم 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 يحدث فصل شرخ بين هذه العائلة وتلك العائلة في هذه الحالة إذا حدث شرخ كبير الاستمرار في الحياة الزوجية يكون صعبا جدا وأحيانا يختار الطلاق على الاستمرار في الحياة الزوجية إما يبقى الزوج بينه وبين عائلة زوجته مشاكل إلى آخر عمره وتبقى مشاكل بين الزوجة وبين عائلة زوجها إلى آخر عمرها أو يحدث الطلاق أحيانا الطلاق يكون أرحم يكون أقل ضرران بسبب ماذا بسبب مشكلة صغيرة ضخمة في نهج في نهج البلاغ المولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول العياذ بالله هذا يحدث كثيرا جانب منه مرتبط بقضيتنا وجوانب ثاني أيضا يقول المولى صلوات الله عليه من عظم صغار المصائب ابتلاه الله بكبارها عندما تكون المشكلة مشكلة صغيرة لا هذه المشكلة كبيرة لا يمكن أن نسكت عليها مشكلة صغيرة عندما تكون مصيبة صغيرة عندما تضخمها الله عز وجل يبتليك بمصيبة أكبر لا لا بمصيبة أكبر بالكبار من المصائب حقا تصبح مصيبة كبيرة البنت تبحث عن فارس أحلامها عندما تحصل عليه بعد الشهر تطلب الطلاق منه ماذا حدث الشاب يبحث ويبحث عن بنت تملأ قلبه تزوج بها بعد فترة قصيرة أصلا لا أتمكن أن أعيش معها على ماذا طولت لسانها علي هي تقول لا يراعي مشاعري وأمثال هذه عفا أقول هذه الكلمة أمثال هذه التوافه طولت لسانها علي يعني طلاق لا يراعي مشاعري يعني طلاق هذا الذي بحثت عنها هذه التي بحثت عنها كثيرا بهذه الطريقة المشكلة أين حدثت مشكلة صغيرة الشاب لا يتحمل الفتاة لا تتحمل تفخيم نتيجة التفخيم ابتلاه الله بكبارها تحدث حالة الطلاق حالة حسنة كم هي مشاكل حالة الطلاق قليل من الصابر قليل من التحمل الإنسان الذي لا يريد أن يتحمل كلمة 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 قالته لي كلمة قلتها لها لا يتحمل كلمة هذا يتمكن أن يعيش في الدنيا هكذا نظرة ضيقة صدور ضيقة قلوب هابطة مستوى فكري ضعيف جدا هكذا تريد أن تعيش خلص طلاق طبعا عندما تتضخم المشكلة بالفعل بالفعل أحيانا يحدث شارخ الطلاق يكون أفضل ولكن المشكلة نواتها كانت صغيرة كنت تتمكن أن تتلافى هذه المشاكل بشيء من الصبر بشيء من التحمل إنسان يوسع قلبه وصدره البشر يختلفون تصرفاتهم مختلفة أفكارهم مختلفة صفاتهم مختلفة نفسياتهم مختلفة تحمل النقطة الثانية تأخير الزواج إخواني هناك حالتان تقريبا كلنا نعرفهما في الأطفال حالتان نحن نضحك عليها ولكن حالتان في واقع الأطفال كلهم كل الأطفال هذه الحالة موجودة عندهم الحالة الأولى بسرعة يتنازعون بسرعة يحصل زعل بينهم على أدفه الأمور يحصل زعل بين الأطفال صحيح؟ هذه حالة كلنا شاهدناها الحالة الثانية بسرعة يتصالحون بسرعة يتلقون الزعل على شيء تافه على كرة على أي شيء عادي تافه يتزعلون يتقاطعون بعد نصف دقيقة بعد دقيقة تراهم جالسين يضحكون يلعبون فورا ينسون حالة الزعل عندهم حالة سريعة جدا حالة الصلح عندهم حالة سريعة جدا كلما مرت الأيام كلما تقادم الطفل في العمر كلتا الحالتين تضعف زعله لا يكون سريعا صلحه لا يكون سريعا كلما تتقادم الأعمار هذه الحالة تضعف وتلك الحالة أيضا تضعف الشباب في العشرينيات من أعمارهم حالة الزعل تكون عندهم سريعة ليس كالأطفال ولكن أسرع من الذين هم في الثلاثينيات من عمرهم وفي المقابل حالة الصلح أيضا تكون أسرع وهذه الحالة نقطة مركزية في استمرار الحياة الزوجية الأزواج في بداية حياتهم يلزم أن تكون سرعة صلح بينهما إذا تزوجا في سن مبكر هذه الحالة لا زالت موجودة آثار منها موجودة وهذا مهم للغاية المشاكل بين شخص وشخص تحصي المهم أنهم يتصالحون بسرعة هذه الحالة في الزوجين في بدايات فترة الشباب أسرع ولذا استمرارية حياتهم تكون أقرب احتمال الاستمرارية يكون أعلى بسبب الصلح السريع صحيح أن المشاكل تحدث عندهم أسرع ولكن الصلح أيضا يحدث عندهم أسرع بعض الأشياء بعض الكلمات الإنسان يسمعها في أسباب تأخير الزواج لماذا تأخر زواجك بعض الأشياء الإنسان يسمعها أنا حقا لا أتمكن أن أخذ بعضها أصلا أصلا وأبدا لا أتمكن أن أستوعبها لماذا تأخر زواجكم تقول لأجل ليلة فرحة العمر ليلة فرحة العمر بعض المقدمات غير مهيئة تأخر الزواج ستة أشهر سنة سنتين أكثر أحيانا أكثر تريد أن تكون ليلة فرحة العمر حسب تعبيرهم ليلة كذائية مقدماتها غير مهيئة يؤجلون الزواج يعني يؤجلون فرحة الزواج فرحة كبيرة هذه الفرحة يؤجلونها لأجل ليلة فرحة العمر كذا هذا عقل أصلا أصلا نتمكن أن نسميهم عقلاء عفوا نقولها مرة يؤجلون يومين يومين أسبوعا وهذا أيضا غلط ولكن شيء قد يقبله الإنسان لا أحيانا تتأخر يتأخر أمره الزواج إلى سنة إلى سنتين مقدمات ليلة العرص غير مهيئة عجيب البعض يقول الأمور غير يعني بعض طلباتنا غير موجودة الشاب يريد الزواج من هذه الفتاة الفتاة أيضا تريد الزواج من خلص خالصين بعض الأمور غير مهيئة أمور لا ارتباط لها بوجه من الوجوه بالزواج أنا السيارة الفلانية ما عندي عجيب الشقة الفلانية ما عندي فإذن يؤجلان الزواج يعني تأجيل الزواج يساوي توجه أنواع من الأمراض الجسمانية لهما توجه أنواع من الأمراض النفسية هذا شيء مؤكد قطعي شاء الإنسان أم أبا هناك حاجة جسمانية هناك حاجة نفسية كل هذه الأمور يتحملونها في سبيل أن يشتري السيارة الفلانية من أول عمره يتمكن أن يشتري السيارة الفلانية من أول عمره يسكن في الشقة الفلانية لا تسكن في الشقة الفلانية ماذا يحدث ما عندي راتب كافي هي ما عنده راتب كافي عجيب أنت الآن كيف تعيش تعيش على حساب من على حساب أبيك عش مع زوجتك على حساب أبيك نفس الشيء الذي يعطيك أبوك في الشهر يعطيك وأنت متزوج يختلف هي تعيش على حساب من ما عندها راتب تعيش على حساب أبيها أبوها يصرف عليها خلال هذه السنة خلال هاتين السنتين ليصرف عليها وهي في بيت زوجها نفس الشيء لماذا يؤجل الإنسان الزواج في هذه الأمور لا الشقة كذلك الشقة صغيرة أنت أين عايش تعيش في غرفة في بيت أبيك في غرفة عندك أكثر هي أين تعيش تعيش في غرفة لعجل أنه البيت الكذائي لا يكون أصلا إخواني كل هالكلام اجعلوه على جانبا على جانب الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله من سعادة الرجل أن لا تحيظ ابنته في بيته يعني ماذا نفس هذا المعنى مروي في الكافي الشريف عن الأمام أبي عبد الله الصادق فارق كلمتين من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته يعني ماذا النبي صلى الله عليه وآله قال هذا الكلام لليهود والنصارى والبوذ أم لنا نعم هناك حالة البعض عنده أعذار أقبل البعض عنده أعذار يعني استثناء الاستثناء كم بالمئة؟ 10%؟ معقول استثناء معقول 20%؟ معقول 80% مثلا قانون أنه الإشارة الحمراء لا يجوز تخطيها الحكومة تقنن الإشارة الحمراء لا يحق للسيارات أن تتخطاها باستثناء سيارات الإسعاف باستثناء سيارات المطافي مثلا سيارات الإسعاف سيارات المطافي بالنسبة إلى مجموعة السيارات هذا القانون العام الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله توجد حالات استثناء نعم أقبل الاستثناء 10% 5% 20% كم هي النسبة بين المسلمين في العمل بهذه الرواية الشريفة كم هي 1% أظن أقل من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته أو من سعادة الرجل أن لا تحيض ابنته في بيته هذا كم بالمئة من المسلمين يعملون بها 1% استبعد يكون أكثر من 1% لعله أقل هكذا إصرار من النبي لا أنا معذور لا بأس أنت معذور أنا معذور هو معذور كلنا معذورون أصلا نسيت هالأمور نسيت أصبحت من الأمور الغريبة جدا إذا واحد زوج ابنته بهذه الحالة زوج ابنه بهذه الحالة الكل يستغرب لا أقول يستغرب يعترض ليس فقط يستغرب لا لماذا تزوجها وهي صغيرة لماذا تزوجه وهو صغير طفل هو تزوجه تسميه طفلا أو لا تسميه طفلا النبي أمر صلى الله عليه وآله تأخير الزواج لا نعمل بكلام النبي صلى الله عليه وآله ثم نتورط هو النبي صلى الله عليه وآله قال إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير هو قال هو هدد ما هدد بيّن واقع تكون في الأرض فتنة وفساد كبير تحصل نعم تحصل الأمراض الكذائية تنتشر نعم تنتشر الأمراض التي تحصل بسبب الكبت الجنسي أمراض نسبتها كبيرة جدا جدا من يتحمل المسؤولية هذا الذي يقول لا هي صغيرة لا هو صغير لا هي صغيرة لا هو صغير هذا وضعه هذه النتيجة النبي قال تكون في الأرض فتنة وفساد كبير النقطة الثالثة كلمة واحدة وما أخطرها من كلمة المونا أمنيات يعيش الشاب في أمنيات تعيش الفتاة في أمنيات يتوقع أن تكون زوجته جمال كذائي وأخلاق كذائي والتدين كذائي وعائلة كذائي يتزوج يصدم لا هذه لم تكن هي التي كنت أبحث عنها كنت تبحث عن ماذا كنت تبحث عن ملائكة أو كنت تبحث عن امرأة بشر تعيش في الدنيا إخواني من الجيد أن الإنسان أحيانا يذهب أمام المرأة ينظر إلى نفسه قليلا تتوقع أن تكون زوجتك جمالها كذائي أنت جميل كذائي هذا الجمال الظاهري أترك الجمال الظاهري يعني الإنسان ينظر إلى شكلها على الأقل تتوقع أن تكون زوجتك صفاتها كذائية أنت صفاتك كذائية تتوقع أن تكون زوجتك أخلاقها بدرجة عالية أنت أخلاقك بدرجة عالية أن تكون متدينة كأنها بنت إمام معصوم أنت هكذا أنا هكذا عن نفسي أنا هكذا لماذا نتوقع أكثر من حجمنا نعيش في تمنيات في أمنيات أنت تعيش في الدنيا هذه اسمها الدنيا ليست اسمها الجنة تريد أن تحصل على أمنيات هذا في الجنة لا في الدنيا يصدم الشخص الشاب يصدم توقعاته أمنياته كانت كبيرة يرى لا هي امرأة عادية حالها حال بقية النساء وأنت أيضا إنسان عادي حالك حال بقية الرجال التمنيات أقرأ لكم حديثا شريفا وما أحظمه من حديث وما أكبره من حكمة الحديث الشريف الكافي عن أبا ابن تغلب قال سمعت الإمام أبا عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول تجنبوا المنا ابتعدوا عن الأمنيات لماذا الإمام عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الشريف يذكر ثلاثة أضرار كبيرة في أن الإنسان يعيش في الأمنيات الضرار الأول يقول عليه الصلاة والسلام فإنها تذهب بهجة ما قولتم الفرح بما عندك تذهب الإنسان الذي يعيش في الأمنيات لا يفرح بما عنده لأنه يعيش في أمنيات عنده سيارة لا يتوقع يتمنى أن تكون سيارته أفضل من هذه السيارة يفرح بهذه السيارة التي عندك ملايين مئات الملايين من الناس ما عندهم سيارة عندك سيارة سيارة تعبانة ولكن عندك سيارة عندك زوجة زوجتك ليست كذائية يا أخي افرح بزوجتك عندك زوجة كثير من الناس ما عندهم زوجات بهجة الإنسان فرحت الإنسان بنعمه الأمنيات التمنيات تسلب هذه الفرحة لا تفرح ضرار كبير عندك أشياء كثيرة تفرح بها لا تفرح بها فإنها الضرر الأول فإنها تذهب بهجة ما خولتم ما أعطاكم الله ما خولكم الله عز وجل من النعم لا تفرح البهجة تسلبها الضرر الثاني العياذ بالله هذا ضرر كبير جدا وتستصغرون بها مواهب الله تعالى عندكم الذي الذي دائما يعيش في الأمنيات لا يرضى بما عنده يستصغر نعم الله عز وجل أي ضرر كبير هذا مليارات من النعم عندي أستصغرها لأنني أنا أعيش في أمنيات الضرر الثالث وتعقبكم الحسرات فيما وهمتم به أنفسكم تعيش في أوهام الذي يعيش في الأمنيات يعيش في أوهام أوهام باطلة يتصور أن الدنيا تصبح جنة لا تصبح جنة يعيش في الأوهام المشكلة ما هي المشكلة أنه يصاب دائما يرى الدنيا ليس كما يريد يتحسر حسرة وراء حسرة وراء حسرة يعيش حالة الحسرات وتعقبكم الحسرات لماذا فيما وهمتم به أنفسكم لأنك تعيش في أوهام باطلة اسم هذا العالم الدنيا ليس اسمه الجنة هذه دنيا اسمها تعيش في أوهام تتحسر يا أخي أترك الأمنيات التمني أتركه أش حياتك أيها الشاب أيها الفتاة عيش حياة الدنيا أول شيء أريد الطلاق في أحصائية لا أعلم هذه الأحصائية كم هي دقيقة غير دقيقة نشرت في أحد المواقع أقول تقريباً المعتبرة المعتمدة 85 حسب الإحصائية إن شاء الله مصحح 85% من النساء يطلبن الطلاق على الأقل مرة في السنة الأولى من زواجهن 85% بالمئة من النساء في السنة الأولى من زواجهن على الأقل مرة واحدة يطلبنا الطلاق يطلبنا يطلبنا لا يقولون الكلمة لا بالفعل يطلبنا ممكن العيشة هكذا خوب الحمد لله اليوم حديثنا كان عن الشباب ما كان مرتبط بنا الحمد لله لا كل الحديث عننا كل الحديث مرتبط بنا كله من أوله إلى آخره هذه القضايا جانب مهم منها مرتبط بنا نحن الآباء والأمهات بالنسبة إلى حياة أبنائنا وبناتنا لا حتى بالنسبة إلى حياتنا أنا لعله فرصة الطلاق مرت مني ولكن هذه الأمور ليست خاصة بالطلاق فقط صحيح أننا ذكرناها عن الطلاق هذه الأمور في العيشة في أنك كيف تعيش في هذه الدنيا أختم كلامي بحديث شريف قصير جدا إذا قرأته لكم مرتين تحفظونه عن المولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الإمام عليه الصلاة والسلام يستعمل أفعل التفضيل أفعل التفضيل إما تبقيه على ظاهره أو يكون الأمر نسبي على الأقل إذا ما أبقيته على حاله يكون الأمر نسبي يعني قل من أنت أضف كلمة من هي كلمة من غير موجودة في الرواية الشريفة يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه في وصائح أربع كلمات أشرف الغنى ترك المنا مرة ثانية أقرأه لعلكم حفظتم أصلا أشرف الغنى ترك المنا لا تتمنى هذا أشرف غنى قل الأمر نسبي قل يعني من أشرف الغنى لا بأس طبعا الإمام ما قال من ولكن ممكن إطلاق وعفعل التفضيل على الشيء النسبي ممكن وارد قد يقصد الإمام عليه الصلاة والسلام أنه من أشرف الغنى تريد أن تكون غنيا لا غنيا تريد أن تكون في درجة عالية من الغنى اترك المنا ايش حياتك ما الذي أمامك اشرف الغنى ترك المنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل حياة المؤمنين والمؤمنات حياة سعيدة مليئة بالسعادة والبركات مليئة برضى الله سبحانه وتعالى اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدية آل محمد اللهم أسأل على محمد وآل محمد اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه وبلغه أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين اشتركوا في القناة